اهلا بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في الحقيقة قطاع النقل من اهم القطاعات اللي بيتم الاستثمار فيها في مصر وهو قطاع في اهتمام بالغ بي من القيادة السياسية في مصر دافتوا الاجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 اللي بتسعى لها الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كجزء من التنمية الشاملة خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن هذا القطاع الواعد في الحقيقة في مصر من الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق الدولي صباح الخير يا فضل صباح الخير لسيادتك وعلى كل السلام مشاهدين دكتور يعني احنا شايفين يمكن طفرة بتحصل فيه الطرق في مصر تحديدا ويمكن قدرنا اللي احنا نغير ترتبنا على المستوى الدولي من خلال تقرير مؤشرات التنفسية الدولية اللي حققنا فيه المركز رقم 118 في 2014 ووصلنا للمركز 28 في عام 2019 دلالات الارقام دي ايه؟ هو بدايةنا نقول من الاول كده ان قطاع النقل فعلا من اكتر القطاعات اللي شاهدت نموه في خلال التمن سنوات اللي فاته والمقياس اللي سيادتك تفضلت وذكرت بقياس جودة الطرق على مستوى العالم قفزنا حوالي 90 مركز من 118 الى 28 في خلال حوالي 6 سنوات فقط او 5 سنوات كمان طبعا ده بفضل ايه؟ بفضل المشروع القومي للطرق اللي بدأ تنفيذه فعلا من 2014 والنهاردة داخلين في السنة التمنى تم تنفيذ اكتر من 7000 كم من الطرق الجديدة اصبحت الشبكة القومية للطرق النهاردة اكتر من 30.000 كم بالاضافة الى صيانة ورفع كفاءة اكتر من 10.000 كم ده بالنسبة للطرق وطبعا الطرق دي بتشمل ايه؟ كباري انفاء اعمال صناعية اخرى عند التقاطعات مع المجارة المائية وبتشمل طبعا تجهزات وتشمل وسائل حماية وتشمل تجهزات مرور تشمل كل شيء ده بالنسبة للطرق احنا بنتكلم على قطاع النهار اللي بقى بيشمل حاجات تانية على سبيل المثال السكة الحديد مثلا اللي حصل في السكة الحديد من تطوير في السكة الحديد القديمة تحديث انظمة الاشراط تحديث الانظمة الالكترونية بالاضافة الى في الوقت الحالي بيتم ازدواج اكتر من 9 خطوط من السكة الحديدية القديمة اللي شغلة بالديزل عربات جديدة جاية من الخارج عربات جديدة بيعاد تأهلها بالاضافة الى السكة الحديد الجديدة الصديقة للبيئة اللي بتشتغل بالكهرباء اللي بتتمثل فيه الآتي اول شيء القطار الكهربائي الخفيف اللي هو بنسميه LRT وده بالفعل جاهز للافتتاح في خلال ايام معدودة ان شاء الله بداية من محاطة عدل منصور في مدينة السلام الى العبور والشروق وبدر وهيليوبلس لغاية ما يوصل للعاشر ومنها الى العاصمة الادارية الجديدة والخط ده بالفعل تم تنفيذه وان شاء الله جاهز على الافتتاح الحاجة التانية القطار الكهرباء السريع اللي احنا كلنا عارفين انه هو 3 خطوط الخط الاول اللي بيبدأ من العين السخنة في الساحل الشارع اللي هو المونوريل ولا دي حاجة ثانية لا لسه المونوريل ده القطار الكهرباء السريع اللي هو سرعي وتصل ان شاء الله الى 250 كيلومتر في الساعة بيبدأ من ساحل البحر الاحمر في ميناء العين السخنة وطبعا بيمر به العاصمة الادارية واكتوبر وودي النطرون العالمين انا بختصر طبعا المخطاب مش بقولها كلها يصل الى العالمين الجديدة ويدخل اسكندرية وبعدين كمان يكمل لغاية مرسة متروح بطول 660 كيلومتر ده الخط الاول هناك خط تاني يبدأ من اكتوبر يتجه الى اسوان وابوسنبل ويمر بجميع محافظات السعيد في يوم بنسويف المينيا لغاية اسوان وابوسنبل طول 1100 كيلو بنفس السرعة 250 كيلومتر في الساعة والخط التالت اللي هو بين انا وبين البحر الاحمر متمثل في الغرداء او صفاجة بطول حوالي 250 كيلومتر التالت خطوط دول بالفعل العمل جاري فيهم الخط الاول سابق شوية والخط التاني بعديه وبعديه الخط التالت طبعا هذه الخطوط زي ما قلنا خط سريع بالاضافة الى خط اخر اقليمي نوع اخر من الكطارات على نفس السكة بسرعة اقل نسبيا 160 كيلومتر في الساعة وقطار بضائع بسرعة 120 كيلومتر في الساعة يبقى كده اتكلمنا على السكة الحديد القديمة اتكلمنا على ال LRT القطر الكهرباء الخفيف واتكلمنا على الهاي سبيد او القطر السريع الرابع حاجة بقى سيطة اتكلمت عنها هي المونوريل المونوريل كمان خط سكة حديد وبنسميه مونوريل بمعنى قطار احاد السكة يعني بيمشي على سكة واحدة بدلا من اتنين زي القطار العادي وبشتغل ايضا بالكهرباء صديق للبيئة خطين الخط الاول من مدينة نصر محطة يوسف عباس الى العاصمة الادارية ويمر كمان بمدينة القاهرة الجديدة خط التاني من المهندسين شرع ودي النيل الى اكتوبر بيمر طبعا بالدائرة ومحور 26 يوليو الغاية اكتوبر بس ما فيش محطة ربط ما بينه لا خط شرع النيل اللي هو مدينة نصر العاصمة غرب النيل اللي هو المهندسين الى اكتوبر بالنسبة اللي ربطوا يا بينه بخيرين اوضح لسيادتك والسياد المشاهدين المونريل بتاع اكتوبر ده فيه محطة هيلتقي فيها مع القطر السريع اللي شغال من اكتوبر لأسوان وابو سيمبر وفيه كمان في نفس المحطة هيلتقي خط سريع اللي هو من العين السخنة الى اكتوبر الى في النهاية العالمين ودي النطرون وفي النهاية مرسى مطروه يعني فعلا فيه تكامل بين هذي الوسائل وده الجديد اللي عايزين نقوله هذي الوسائل طبعا يعني اتخططت وبدأت تنفيذها قبل الانتقال الى العاصمة الادارية او العالمين الجديدة قبل الافتتاح الرسمي لهذه المدن الزكية او ما يتسمى مدن الجدر يعني الدولة خططت وبدأت تنفس فعلا وفيه بعض الوسائل جهزة للافتتاح الكلام ده طبعا يعتبر اتعامل قبل افتتاح هذه المدن الجديدة علشان التنمية ان شاء الله تكون فيها بشكل ومعدلات اسرع من الوسائل التقليدية او المدن التقليدية اللي فاتت طيب دكسر يعني حضرتك كلمت على امثلة كتير جدا من تطوير شبكة النقل والحقيقة انه الطرق والكباري والنقل هم قطاعين بيكملوا بعض زي ما حضرتك كلمت حتى يعني كل القطاعات الحقيقة كان اسكان وزي ما حضرتك تحدثت وطرق ونقلوا ما الى ذلك بس انا يعني عايز اقل حضرتك على نغمة كده كانت موجودة هو احنا بنعمل ايه بكل المشروعات دي بنعمل ايه بكل الكباري دي ليه كل الطرق اللي احنا بنعملها دي احنا ممكن يعني ما كناش متضررين للدرجات دي فانا عايز اعرف من حضرتك بالزبط في كان فيه نغمة كده سايدة وكل شوية بتطلع وبتختفي تاني عايز احضرتك بشكل مبسط جدا نوصل للناس ونفهمهم ايه اهمية هذه الشبكة شبكة الطرق اكيد طبعا انا سمعت هذه النغمة وسمعت اراء كتير جدا جدا على حجم الانفاق المبالغ فيه من وجهة نظر البعض في هذا القطاع خلينا اوضح ان خط السك الحديد او محور من محاور هذه الطرق هو وسيلة انتقال من مدينة لمدينة بالفعل ولكنه ايضا هو محور تمية شريان حياة لربط المدن مع بعضها لتسهيل حياة المواطنين لانشاء مجتمعات عمرانية ومجتمعات زراعية وصناعية على هذا المحور يعني مثلا على سبيل المثال مشروع المليون فدان او مشروع مستقبل مصر ومسوعة كيلومتر على امتداد محور الضبع مثلا على سبيل المثال احد المشروعات اللي بنسميها مستقبل مصر مشروع زراعي ضخم جدا جدا عندنا امل كبير فيه انه بالفعل حيحق اكتفاء ذاتي من الاغذية لمصر لا يمكن اقامة هذا المشروع بدون اقامة محور الضبع على سبيل المثال لا يمكن ابدا هنجذب مستثمر بدون ما يكون عندنا شبكة نقل جيدة وقوية على سبيل المثال محافظة شمال وجنوب سينا اللي قاعدوا يعني نعتبر محافظات نائية لمدة طويلة من الزمن وكان واسيرة الربط الوحيدة بينهم وبين محافظات القناة اسماعيلية والسويس وبرسعيد فقط هو نفق احمد حمدي القديم وكان يقف تكدس مريب كتير طويل جدا نفق ضعيف جدا يا فندم حر واحدة في كل اتجاه بالاضافة طبعا الكبري المعلق اللي هو في الانطار قعدنا على كده أكثر من 30 سنة طبعا المواصلات بيننا وبين سينا كانت صعبة زي ما ساتك تفضلتي وبتقولي ان فعلا كان فيه تكدس رهيب وكان زمن الانتقال في هذا النفق بيتعدي أكتر من ساعة زمن الانتظار العبور هو العبور كله عشر دقائق الحقيق بس الانتظار في طبعا من ساعة نتيجة ان فعلا النفق مخنوق هي حر واحد النهاردة أصبح الكفاءة بتاعته كمان في احتياج لرفع كفاءتها ما كانش ينفع انت ترفع كفاءته في حين عدم وجود بديل خلينا أقول لك على المفاجأة دلوقتي ان بالفعل أصبح في خمس أنفاء بديلة اتنين في برسعيد واثنين في الإسماعيلية والخامس أحمد حمد اتنين في السويس بجوار أحمد حمد القائم ده بخلاف الكبار العائمة بخلاف الكبار العائمة يعني خلاف الخمسة اللي هو التقليد طبعا لكمان بدأ تطوير نفق أحمد حمد القديم لسه بدأ قريب حديثا يعني النفق القائم بتاع زمن ده بيتم تطويره وهيتحول الاتجاه واحد وهيكون الاتجاه التاني هو نفق أحمد حمد اتنين اللي جنبه فالنهاردة احنا بنربط سينة بالوادي والدلتا ومحافظات القناة اصبح زمن الانتقال بين الضفة الشرعية والغربية لا يتعدى 15 بقيقة فحاجة زي كده اعتبر عامل جذب لأي مستثمر وعاوز يشتغل في سينة سهل عليه يجيب الخامات والعمالة من غرب القناة الى شرع القناة وسهل عليه كمان بالاضافة لذلك الى ربط هذه الطرق والانفاء بالمواني والمطارات فبالتالي بيضمن حركة التصدير بالنسبة للمنتج بتاعه واذا كان محتاج استراد للخامات او مشابه ذلك فده شيء بالنسبة له اصبح سهل لان هذه الشبكة اصبحت مرتبطة تماما بالمواني والمطارات لتسهيل هذه الحركة اخب النقطة عفظة اقولها برضو للسادة المشاهدين الناس اللي هم مش مهندسين او مش مقدرين حجم هذا العمل خلينا نشوف معدلات الحوادث كانت فين في سنة 2017 على سبيل المثال وكنا من اكتر الدول في معدلات الحوادث والضحايا من الوفيات او من المصابين النهاردة مصر بفضل هذه الشبكة القومية اللي تم رفع كفائتها وزيادتها بالشكل اللي اتكلمنا عنه ده اصبح معدلات الحوادث والضحايا والمصابين اقل من 50% مما كان عليه في 2017 فده طبعا اكيد رفع كفاءة الطرق واستحداث وسائل النقل الجديدة وسائل النقل الجديدة الصريقة للبيع كمان اولا هتقلب من معدلات الحوادث لان وسائل النقل بالسكة الحديد اقل في الحوادث بالاضافة الى تقليل زمن الانتقال بين المدن للشخص لركاب وللبضائع حدينا اقف عند حيطة البضائع دي لان نقل البضائع احيانا بيكون اهم من نقل الركاب في ايه تكلفة اي سلعة او اي شيء بيتباع بيدخل فيه تكلفته او في ثمنه تكلفة النقل فلو وفرت وسيلة نقل جيدة سريعة ورخيصة على اللونجرن طبعا اكيد ثمن السلعة دي حدينا نقول يمكن التحكم فيه ويمكن السيطرة على الاسعار اللي عملة الزيت ده بخلاف طبعا يا دكتور يعني هي منظومة متكملة بلا شك يعني حديك بنكلم على طريق بنكلم على رفع كفاءة الموانئ ايضا وربطها وقربها من المشروعات الاستثمارية يعني لو بنكلم على مشروعات لحديك ذكرته مستقبل مصر بنكلم على ميناء اسكندرية موجود و بنكلم على ميناء اخر برضو اعتقد الدخيلة بالقرب الدخيلة في اسكندرية طبعا فأعتقد فيه من أي بالقرب من هذا المشروع وهو يمكن الفلسفة التي يتم من خلالها لتقطيط لأي مشروع موجود لكن عاوزين هنا لأننا للأسف برضو شعب ينسى شوية أو أحيانا الإحساس بالنعمة يجعلنا ننسى ما كنا فيه في الماضي زي ما حيك قلت يمكن الحوادث الحوادث دي أكبر نبج على هذه المعدلات ونشوف بلأ وحصل الحدثة قبل ما قبل توسعة مثلا الطريق الدائري لو كانت حصلت حدثة واحدة على الطريق الدائري كان بيحصل شلل كنا ممكن نقب بالثلاث أو ست ساعات أحيانا والله كان بيحصل ده وانا أنا في كتوبر تجاه الزهاب لو حصل الحدثة كنا ممكن ندور على بدائل أو نوع بقى خلاص النهاردة فيه توسعة ما شاء الله يعني تقريبا ضعف ما كان عليه الأمر في السابق لكن لافت أيضا للأنظار دلوقتي فكرة منظومة النقل الزكي يمكن احنا النهاردة بنشوف كاميرات موجودة في كل تقريبا 200 أو 500 متر في الطرق خاصة داخل القاهرة الكبرى ويمكن أحيانا المواطن بيتساءل إيه الكاميرات دي هل هي رادار أو هي إيه فعوزين برضو نبسط المعلومة دي وإيه هو النقل الزكي اللي موجود طيب هو هناك أيضا منظومة نقل جماعي بمناسبة الطريق الدائري وتوسعته جاري تنفيذها حاليا في منتصف الطريق الدائري ما تسمى بالأوتوبيس الترددي أو الـ PRT ده طوله 107 كيلو وله عدد من المحطات بتمثل كل المناطق بتاعت الدائري الكاميرات اللي ستك تكلمت عنها هي كاميرات زكية بهدف مرأ بيت الطريق وتسجيل كل ما يحدث فيه تمهيدا للانتقال إلى ما يسمى منظومة النقل الزكي هذه الكاميرات بتنقل الأحداث وبتنقل كل تفاصيل الطريق إلى غرفة تحكم مركزية هذه الغرفة من الممكن التحكم في الطريق إعطاء السائق تعليمات على سبيل المثال بتخفيض السرعة إعطاء السائق توجهات على سبيل المثال إن فيه منطقة حوادث قدامه يعني من خلال الأمر الصناعي مثلا فيه بقى واحدة غير بيبقى معروف مكان أنا فين فأنا في اتجاه الطريق ده فبيجيلي زي معلومات أو نوتفكيشن كده يقول لي هدي السرعة في حدثة بعد كذا لقدر الله يغير الاتجاه هيجيلك كل ده على الموبايل وهيجيلك على إشارات ضوائية موجودة على الطريق وحاليا موجودة الإشارات دي بيحدد لك السرعة بتزيد وبتقل فين بيحدد لك الحالة الجوية بالنسبة للطريق قدامك إذا كان فيه اختناء إذا كان فيه مصارات بديلة وبعد كده كمان هيكون لو فيه مخالفة هتتصور بعد كده هيكون كمان البوابات بتاعت تحصيل الرسوم دي هتكون بشكل أوتوماتيك مجرد ما تعد بالعربية بتعمل سكان وبالتالي بتخصم من المحفظة بتاعتك رسوم الطريق بدل ما توقف وبتشكل هذه النقطة مش هتكد بسات دلوقتي اللي بقى موجودة أحيانا على محور تحية مصر بالزبط فده كده ما فيهش ده أنا بحل المشكلة دي آه محطات الرسوم النهار ده بتعطل الركب بيقف فيها ديئتين تلات النهار ده لا مش هتوقف المبلغ اللي هو مطلوب لرسوم زي دبي زي ما موجود الكلام ده في الإمارة تمجرد ما بتعدي بتعمل سكان على العربية بتاعتك بيتقسم من محفظتك فده تمهيدا للانتقال بشكل كامل إلى منظومة النقل الزكي اللي هي ان شاء الله هتمثل في حوالي سبع طرق في المرحلة الأولى الكهيرة الكبرى اعتقد في البجر كل الطرق الرئيسية في الكهيرة الكبرى يعني أولها الدائرة طبعا وطبعا شبرة بينها الحور ومصر اسكندرية ومصر اسماعيلية ومصر السويس والأطمال عن السخنة في سبع طرق داخلين في هذه المنظومة أكتر من ألف ومائة كيلو إن شاء الله بفضل اعتبدأ إن شاء الله طيب دكتور صحح لي المعلومة العمل على بناء شبكة طرق جديدة بيقال إن هو أسهل من التعامل أو تطوير شبكة طرق بالفعل كانت موجودة وتهلكت على سبيل المثال الدائرة الدائرة دلوقتي في أعمال تطوير وإنها يتوسع ل7-8 حرارات بتكلفة كبيرة جدا 8 مليار المعلومة دي سليمة فندم ولا لأ يعني شاب أنهي أسهل إن أنا أشتغل على شبكة طرق كانت موجودة ومتهلكة وبالبناسبة كنا بنسمع إنه فيه تايما بنفكر إنه نقوم بتجددها أو نقوم نشوف ممكن نعمل إيه عشان التكدس المريء الصعب والخانق اللي كان موجود في وقت من الوقت والأعتقد كل الناس متابعا أنه بالفعل الوضع يختلف إلى حد كبير أنا هي أسهل وعايز أعرف من حضرتك زي مثلا فكرة تأهيل الطرق القديمة أو شبكة الطرق القديمة ده أهميته إيه؟ وقد إيه الدولة قدرت تشتغل على هذا الملف تحديدا؟ هي هو سؤال مهم جدا ويهم السؤال المشاهدين كمان نوضحه والحياء التأهيل الطرق القائمة مهم ومطلوب بالإضافة إلى إنشاء الطرق الجديدة ما قدرش أهمل بنية أساسية اتكلفت مليارات وأسيبها وأقول إن أنا حنشق طرق جديدة وده أسهل في الطرق وفي الحاجات دي اللي بتتكلف مبالغ كبيرة ما فيش حاجة سهلة أو صعبة سواء سهل أو صعبة احنا هنعمله أنه اللي يهمنا في النهاية إيه؟ التكلفة اللي احنا هنعملها دي هالتكلفة دي مجدية ولا غير مجدية توسعة الدائرة كانت لازم وكده اعتبر وصل لأقصد تسعلي فاضل بس إيه؟ في طرق خدمة هتتعامل أسفل الطريق في المنصوب الواطي بتاع المباني المجاورة ولكن إنشاء الطرق الجديدة بالإضافة إلى تطوير القائم هو ده المنهج اللي احنا كلنا ماشينا عليه في بعض الطرق على سبيل المثال طريق مصر اسكندرية الزراعي ده اللي كان طبعا فيه اختناقات رهيبة قبل إنشاء طريق شضر بنها الحر اللي أصبح بديل لي وصلنا لأقصد تساع للطريق الزراعي فخلاص أقصد تساع سيبنا وروحنا النهاردة عملنا بديل آخر لما عملنا بديل آخر سريع جذب المواطنين لاستخدامه حتى لو كان برسوم فأصبح الطريق الزراعي القديم النهاردة اللي كان واقف خالص أصبح كويس ده مؤهل وده مؤهل بالزبط فإحنا دايما محتاجين الاتنين محتاجين تأهيل ورفع كفاءة إلى القديم ومحتاجين إنشاء محاور جديدة طيب دكتور يعني سريعا كده عشان منفشل إحنا نكلم على الدائري وإيه التوسعة التي تحدث في الدائري سواء كان شرق النيل أو غرب النيل ونكلمش على طريق زي المحور برضو عشان برضو السادة للمشاهدين المحور إحنا منشوف عليه التوسعة إيه التوسعة اللي بتحصل فيه طبعا المحور النهاردة دلوقتي حيتحول يعني النهاردة هو التوسعة اللي تحصل فيه حتخليه ضعف الساعة المررية الموجودة يعني الساعة بتاعته أو أقصى كسافة ممكن يشيلها المحور ده النهاردة هتبقى ضعف علشان تتناسب مع أحجام المرور اللي رايحها مدينة أكتوبر والنهاردة أصبح فيه أكتوبر الجديدة وحدايا أكتوبر ثلاث مدن النهاردة في توسعات موجودة في المنطقة دي بشكل كبير فطبعا النهاردة تأهيل المحور بالشكل ده لاستيعاب الكسافات المتوقعة في خلال 15 سنة قادمة إن شاء الله يعني مش هنشوفوا الاختناقات دي لمدة 15 سنة وده يعتبر كويس يعني وصلنا كده للتساع جيد جدا ممكن بعد الفترة الزمانية دي نفكر بقى في بدائل نفكر في توسع أخرى لو كان ممكن وده كله طبعا ممكن بس وقتها بنفكر أعتقد حسب يعني الإيدروجية الموجودة دلوقتي مش هنستنى 15 سنة عشان نفكر أعتقد أن التفكير هيكون موجود من دلوقتي كل الطرق اللي بتتعامل وكل مشارات اللي بتتعامل بتتعامل على سنة هدف مستقبلية يعني باختصال نقدر نقول اللي احنا إذن يعني هنا دي أهمية التخطيط هو مصر بتفكر للمستقبل بتصنع يعني نهضة حقيقة للأجيال القادمة أيضا ليست الحاضرة فقط الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان بنشكر حير فاني معنا وجودك معنا في صباح مهار فرا سيكتا شكرا